وحول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ينضم إلينا من بغداد السيد معن الجبوري الباحث والمحلل السياسي رحب بك معنا أستاذ معن سأستعير نفس الجملة التي بدأ بها زميلي تقريره وهي التالتة تبتة كما يقال وأخيرا شكلت الحكومة العراقية برئاسة السيد الكاظمي نريد أن نفهم ما هي ركائز قوة الكاظمي وهل هي كافية لينتصر على تحدياته طيب يومك سيدتي والسادة المشاهدين حقيقة بعد مخاض عسير وبعد إخفاقات كثيرة مرت بها النخب السياسية والأحزاب الحاكمة المتنفذة منذ 2003 حتى اللحظة وأكثر من صعوبة منذ ستة أشهر لا توجد حكومة حكومة تصريف أعمال كما هو معلوم اعتبرت هذه المرحلة يوم أمس أي منح البرلمان الثقة إلى كابينة الكاظمي ونجاحه في التشكيل رغم كما جاء في تقريركم أن هناك سبع وزارات منها وزارتان سياديتان هما الخارجية والمالية لم يتم الاتفاق عليهم حتى هذه اللحظة ولكن كمرحلة على الأقل الخروج من عنق الزجاجة والأزمة التي كان يخشها الشارع العراقي وحتى النخب السياسية عليه هذه العملية أعدت نجاحا نسبيا طبعا نحن ننتظر المعطيات على الأرض الشارع العراقي لا يزال منتفض المطالب التي يطالب بها كثيرة وقائمة طويلة من الانجازات على الحكومة بذكرك الشارع العراقي سيد معين هناك تحديات كبيرة تنتظر حكومة السيد الكاظمي كيف سيتعين عليه أولا طمأنة العراقيين الذين يرزحون منذ وقت طويل تحت البطالة بسبب إما الحجر الصحي الكامل أو حتى انخفاض إرادات النفط لأرقام كبيرة الأزمة الاقتصادية تعد الأزمة الأساسية التي يعاني منها العراقيون نحن نعلم أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي معتمد على النفط وإضافة إلى موضوع كورونا التي قيدت الحياة اليومية ونعلم أن ما يقارب أربعين بالمئة من الشعب العراقي هم في خط الفقر رسميا على هذا الأساس سيواجه كثير حقيقة الكاظمي الإشارة الأولى التي جاءت من أمريكا في محاولة لدعم حكومة الكاظمي هي إعطاه فرصة لثلاث أشهر قادمة يمول من إيران من حيث الكهرباء والغاز لكي تستمر ديمومة الحياة في عراق سيد معا اسمح لي بذكرك الولايات المتحدة نعلم من السي في للسيد الكاظمي أنه قريب حقيقة من إيران وأيضا من الولايات المتحدة بنفس المقدار تقريبا هل هذا يعطيه ركيزة قوة وكيف؟ حتما وهذا ما نتمنى أن ينعكس على الصراع الدائر في العراق نحن نعلم أن هناك صراع كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تدور روحه في الأرض العراقية ويدفع ثمنه الشارع العراقي والاقتصاد العراقي والحياة السياسية في العراق على هذا الأساس قربه من الجانب الأمريكي وأيضا من إيران هذا يعطي إشارة إيجابية إلى أن المرجو منه أن يحاول أن يمسك العصى من الوسط ويوفق بين العلاقات ما بين الوضع الإقليمي والوضع الدولي لذلك ذكرت أن هناك أكثر من إشارة وثم لا يمكن حسابه على الجانب الإيراني الخطوة الإيجابية الأخرى لا يمكن حسابه كما حدث لرؤساء الوزراء السابقين المحسوبين على الأديولوجيا الإيرانية والأجدنة الإيرانية هذه تعد أول مرحلة في تاريخ العراق تأتي كابينة وزارية تعتبر مستقلة نسبيا وإن كان للأحزاب والكتل السياسية دال في تكوينها ولكن على الأقل هناك حد للطموح وتفهم للواقع العراقي الانتفاضة منذ أكتوبر من العام الماضي سيدتي غيرت المعادلة وأجبرت عادل عبد المهدي وكابينته على الاستقالة وهي من فرضت واقع جديد الكاظمي وكابينته الوزارية يدركون هذا الواقع وعليهم أن يعملوا نحن حتى اللحظة بصدد انتظار ما سيحدث وأن الفترة الزمنية لا ننسى لا تتجاوز العام لحكومة الكاظمي عليه يجب أن يثبت على الواقع تحقيق جزء كبير من برنامجه الحكومية التي أعلنه يوم أمس شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحات سيد معين الجبوري الباحث والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من بغداد ترجمة نانسي قنقر